اهلا بكم مشاهدين الكرام سنعرض لكم في هذا الفيديو الغازا مخادعة لا يستطيع معظم البالغين حلها اكتب في التعليقات عدد الالغاز التي استطعت حلها بشكل صحيح رقم واحدة وجد احد الرحالة نفسه وحيدا في منزل مسحور بعد ان ضل الطريق انغلق الباب وسمع الرحالة صوت الساحر المرعب وهو يقول انه يمكنه الخروج من المنزل من خلال احد الابواب الثلاثة خلف الباب الاول يوجد دب ضخم جائع وخلف الباب الثاني توجد نباتات خطيرة تتغذى على لحم فرائسها وخلف الباب الثالث هناك حريق ما هو الباب الامثل للخروج الباب الثاني هو الاكثر امانا لان النباتات تتغذى على الحشرات فقط ويبلغ طولها عشرة الى خمسة عشر سنتيمترا ولا تشكل خطورة على الانسان رقم اثنين لغز لاختبار مدى انتباهك اعثر على النصف الثاني من هذا الشكل رقم ثلاثة شارك جاك في سباق للسيارات ولم يحالفه الحظ كان ترتيبه الخمسين في اكثر السائقين سرعة وفي نفس الوقت كان ترتيبه خمسين في ابطاء السائقين انتبه للسؤال ما هو عدد السيارات المشاركة في السباق انا واثق من ان معظمكم قال مئة سيارة لكن الاجابة الصحيحة هي تسع وتسعون احتل جاك المرتبة رقم خمسين من بين تسع وتسعين سيارة بهذا الشكل يكون ترتيب جاك خمسين في اسرع السائقين وخمسين في ابطاء السائقين رقم خمسة كان هناك لص في المدينة اشتهر باختطاف الرهائن ومطالبة ذويهم بالفدية ولم تستطع الشرطة القبض عليه طويلا لم يعرف المحققون شكل المجرم على وجه التحديد الى ان جاءتهم معلومة تفيد بان اللص مختبئ في منزل مهجور في الغابة عندما وصلت الشرطة الى هناك اقتحمت الباب فوجدت رجلا ادعى بانه اختطف منذ اسبوعين وحبسه اللص مع كمية قليلة من المياه والطعام وقال بانه سيحرره عندما يحصل على الفدية الا ان الشرطة القت القبض على الرجل بعد ان اخذت اقواله لماذا؟ لقد قال المجني عليه انه اختطف منذ اسبوعين وهذا يعني ان لحيته لا بد لها ان تنبت خلال هذا الوقت وهذا خلاف الواقع هذا يعني ان الرجل يكذب ويحاول ان يقدم نفسه باعتباره ضحية على الارجح انه هو اللص رقم ستة هناك العديد من الالغاز القصيرة في انتظارك استمع جيدا اليها قطاران كان يسير كل منهما قبالة الاخر على نفس القضيب في نفس اليوم وفي الساعة الثامنة لكنهما لم يصطدم ببعضهما البعض لماذا؟ احد القطارين كان يسير في الساعة الثامنة صباحا والثاني في الساعة الثامنة مساء لذلك لم يصطدم في اي المواقف التي اذا رأيت فيها اللون الاحمر تتجه فيها الى الامام واذا رأيت الاخضرة تضطر للوقوف هذا يحدث عندما تأكل البطيخ ما هو الشيء الذي يفقد رأسه كل صباح ويحصل عليها في كل مساء؟ الوسادة رقم ثمانية اتصلت السيدة تانسون في قسم الشرطة لتبلغ ان منزلها قد تعرض للسرقة قام المحقق الذي وصل الى المنزل بالكشف عن ملابسات الجريمة قالت السيدة تانسون انها لم تستطع النوم طوال الليل لذلك نامت حتى الثانية ظهرا بمجرد ان استيقظت وخرجت من غرفة نومها فهمت ان الوصوص قد تسللوا الى المنزل وسرقوه فلم تلمس شيئا واتصلت بالشرطة قام المحقق بتفتيش المنزل جيدا بما في ذلك غرفة نوم السيدة تانسون في النهاية قامت الشرطة بالقاء القبض على السيدة صاحبة المنزل نفسها لماذا؟ لعلكم لاحظتم موجود عباد الشمس في غرفة نومها هذه الزهور اسمها كذلك ليس للونها الاصفر الامر يكمن في ان عباد الشمس يتسبع حركة الشمس اثناء فترة النهار ويتحرك اينما وجدت الشمس هذا يعني ان زهرة عباد الشمس في هذه الفترة ينبغي عليها ان تكون ملتفة الى النافذة بينما قالت السيدة انها لم تلمس شيئا قبل مجيء الشرطة هذا يعني انها تكذب وعلى الارجح هي التي قامت بالجريمة رقم تسعة شكت زوجة في سلوك زوجها بالخيانة لكنها لم يكن لديها دليل فقامت بتأجير محقق خاص وهو الذي قام بمراقبة الزوج وكان يقوم بتصويره اثناء اليوم وبعد ذلك سلم هذه الصور الى الزوجة فهمت الزوجة على الفور ان زوجها يخونها بعد ان نظرت الى الصور لماذا؟ اذا نظرت الى جميع الصور بانتباه للاحظت وجود اختلاف في احدى الصور وهي ظهور هاتف ثان في يد الزوج ففهمت الزوجة ان زوجها يخفي عنها شيئا ما رقم احد عشر اخرج الشكلين المتشابهين في الصورة رقم ثلاثة عشر ما كثى المحقق وقتا طويلا في الكشف عن جريمة متوارط فيها عصابات المافيا الا ان كل مرة لم تكن الادلة كافية من اجل ايدانة رئيس العصابة في المحكمة ذات مرة اعلن مصدر مجهول الهوية ان لديه وثائق يحتاج اليها المحقق هذه الوثائق موجودة في صالة الالعاب الرياضية في الدولاب رقم ستة عندما وصل المحقق الى غرفة تغيير الملابس فرأى العديد منها وعليها رموز غير مفهومة انظر جيدا اليهم واخبرنا اين يقع الدولاب رقم ستة اذا فهمت المنطقة الذي تعمل به هذه الاعداد الرمزية لعرفت الدولاب المراد كل رقم كان مرتبطا بنعكاسه في المرآة الدولاب رقم ستة يوجد هنا رقم اربعة عشر لغز بوليسي اخر وقعت جريمة سرقة في احد المنازل خارج المدينة لاحظ صاحب المنزل بعد ان عاد من مأمورية استغرقت يومين لاحظ ان هناك العديد من الاشياء الثمينة قد ضعت قالت الشرطة التي وصلت من اجل معينة المكان ان الجريمة حدثت منذ يوم تقريبا وقع ثلاثة اشخاص يعيشون بالجوار في دائرة الاشتباه قال توم بانه كان في العمل في هذا التوقيت وعد في وقت متأخر وقال مارك بانه منذ يومين كان مريضا بالجدري ولم يخرج من المنزل هذا يعني انه لم يستطع ان يقوم بالسرقة وقالت كريستينا بانها سافرت في اجازة لمدة اسبوعين وعادت اليوم في الصباح الباكر فهمت الشرطة على الفور من هو اللص بعد ان استمعت الى اقوالهم فمن هو ولماذا كما تعرفون ان معرفة التفاصيل والحقائق هي التي تساعد المحققين في الكشف عن المجرمين قال مارك بانه كان مريضا منذ يومين بالجدري ولم يخرج من المنزل منذ هذا التوقيت لكن كان لابد من وجود ما يدل على اصابته بالمرض على وجهه هذا يعني ان مارك كذب وهو شريك في الجريمة لا تنسوا ان تكتبوا في التعليقات عدد الالغاز التي استطعتم حلها بشكل صحيح وايضا الاعجاب بالفيديو والضغط على زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد الى هنا عزائي المشاهدين نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة الى اللقاء